أنا أم خالد نزحنا من ريف حماه الشرجي الشمالي هذا وصارنا خمس سنين بهالموقع هذا شوفت هناك المية مشترة والكل شي مشترة ومهاوفة حت ربط القبز 250 ورقة وهالحالة طامسية لوقت المطار ووقت الشي تحت هالحالة هالمرطيسة والله ما نكيف لما تطلع قطمة هاش موسى علينا وميتين ومشردين والله بعضها ما تلحق الربطة ربط الخمسة لا تلحقها وشوفت عيونكم يعني على هالشي هذا عنده ما كيني عايش من وراها يشتغل على الخضرايات يصير له أجارك طيمة والما عنده ميت والله شوفت عينك ما عني لا فوقنا ولا تحتنا غير هالجوادر وكثريتها يعني والله كل هجاعدة عالطال بطال لا شغله ولا عامله الراحة وعلى اللبنان ينقذبون وانجوا على تركيين يمطردون هذه شغلتنا حتى اللبنان ما عايشان بيجي والله وهالي حان ندحج مشردين حفيانين مصلقين حتى الولد يصلق يروح خلف الله على واحد بسطة ربان ينطيهم حذوه بان ما الله يفرجع اليوم حتى اللي يصلق والله إما يطلع لي روعه يجاره يجيب له ورس وهالي حان حالي يوم على نازحين من الغاهرة من الغاهرة بسد أطليسية صار الحزين تجي خمس سنين قاض من أطليسية على العلوية وما أنا استمكين شي بدني منها شي بدني ما استمكين استملكم على المان وعلى قيعان وعلى أرزاقنا من خمس سنين يعني الحزين نشوف بالحسرة بالحسرة نشوفها شون وضعكم حاليا الضوء اي وضعنا بل مخيم ها يعني صار لنا شي يشالينا ما صار لنا شي نستقرض من بعضنا نستقرض من بعضنا متشنون نستقرض من بعضنا مثل محتازين ورقنا استقرض من بعضنا تعرف انت العربي نستقرب من بعضنا يعني نوبات ما استلعدنا دمعة مي نجي من بعضنا قاد وسيل مي نوبات استلعدنا دمعة كمشة الحطة ننشح هذا من بعضنا هذه هي ندوح نجي منهم نقطة ندحني يعني مكافش مكافش على العياء ما مضينا الليلة يعني مرتاحي ناس عندها بروا الصابون تغسط من بعضها زادين تأخذ من بعضها وناس لحتوا بحتي مدخان وناس المرضان زادنا يالله ينجدونا الدكتور يعني شنهي وحن نزوحنا قال المنسبة مكافشين ما نزوحنا يا أبوي ما ننشي نهي يعني وضع نشي ومادت نشي بالنسبة للخبوز بالنسبة للوضع المائي بالنسبة للأمور الخدمية ضمن المخيم يقول الخدمين مدحي خدمنا والله خدمنا عنده تركتور دابع المائي ما عنده تركتور يجيب نستيزة ثلاثة واربعة تركتور يعني شنهي ننزوحنا يعني من يوم ما استنفعنا بشي بالدنيا هايش مسكرة علينا هايش مسكرة علينا يعني مين من كان مسكرة الباب علينا بالنسبة للمتوفر الطحين والخبز والله نوبات نشتري نوبات ما نشتري نوبات اللي عنده حق شس طحين يشتري والما عنده يستقب نجيب شس طحين يعني مكافش 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 حالما مكافش يا والد أختي والله مكافش بسم الله الرحمن الرحيم أخوك ويوسف مدير المكتب الواسع في المنطقة الشرقي لريف المعرة أخي بالنسبة للوضع أنه من المنطقة نحنا مخيم الحباط مخيم التل ينضم المخيمين 150 عائلي من ريف حمال الشرقي وريف حمال الشمالي ريف حمال الشرقي كان نزوح من مدد خمس سنين من الأول معركي معركة الجسد الواحد ومخيم التل كان نزوحه من غزوة مروان حديد من خمس شور ومادون أما بالنسبة للحالة للمخيمين لا يوجد دعم أي شيء للمخيمين إلا عبارة عن مكانة سلل غزائي وحاليا وقفت منظم العمل وباقي الأمور كلها يعني الخبز والمياه والقسمة الناس هونية تأملها بنفسها يعني تقوم ببيع مثلا اللي عنده مواشي أو كذا الشغلي يبيعه ويختات منها وتدفعه ولا يوجد خيام ولا أي شيء يعني يتقدم لهذا المخيمين